أنا شخصيا أجزم أنه أغلب الإصابات هي أوميكرون لعدة أسباب السبب الأول أنه سرعة هذه الزيادة السريعة يعني حتى بالموجات اللي سابقة اللي كانت عندنا مو بهل هذه السرعة يعني من 200 تقفز إلى 3000 مثلا بعد 4000 وبعدين 6000 بشكل سريع وأيضا أجزم أنه الأعداد الحقيقي هي أكثر من هذا لماذا؟ لعدة أسباب السبب الأول أنه الإصابة بأوميكرون خفيفة فأغلب المواطنين يتصور أنه خصوصا نحن هنا في موسم الشتاء وإصابات الزكام والفلاونزا منتشرة فبعضهم يعتقد أن هذه إصابة زكام أو فلاونزا وما يراجع المركز الصحي أو المستشفى حتى يتأكد أنها كورونا الولاة وبعض الدوار يمكن لازالت الفحوصات مالتهم يعني مو بالمستوى المطلوب من ناحية الأعداد يوجد بعض الدوار ما تفحص الملامسين للمصابين يعني مثلا من غير المعقول أن نرى بالكرخ 1400 إصابة تقريبا وبالرصافة اللي هي كثافة سكانية عالية 600 إصابة مثلا ومرات الكرخ ثلاث أضعاف الرصافة مما يعني أنه جدية بالفحص بالكرخ عدم جدية لو شنو؟ يعني هسان ما مريد يعني أدخل بهذا التفاصيل بس فحوصات الكرخ دقيقة وفحصون الملامسين يعني إذا شخص اكتشفوه فحصون الملامسين ويا بالبيت وأيضا دقة الفحوصات العتم وأيضا المصداقية تلعب دور كبير اشتركوا في القناة